السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد نتمنى انكم تكونوا كلكم باخر وعلى خير اليوم ان شاء الله رجعت لكم بروتين جديد وطلبية جديدة واخيرا غدي نبدأ معكم ان شاء الله في حلويات العيد اولا في طلبية العيد الله يوصلنا ليه لا فاقدين ولا مفقودين واول حلوة غدي نبدأ معكم بها هي محبوبة الملايين حلوة ريش بوند لكل شي المغربة يحماقوا عليها وما يمكنش يدوز العيد بلا ما يطلبوها سواء عيد اولا من غير عيد دائما مطلوبة وغدي نشاركها معكم بالوصفة الاصلية غدي نشاركها معكم بيدوني زبدة وكجي رائعة هشيشة ومعلكة في نفس الوقت وغدي نشاركها معكم بثلاثة ديال الادواق مختلفة وحدة ما كاتش بها اخرى ادواق اللي هي رائعة وبنينة بزاف بزاف غيتبعوا معي يا حبيباتي الفيديو حتى الاخير وما تبخلوش عليها بلايك للفيديو ديروا لايك فضلا وليس امرا نشاركها معكم في الاخير حتى 8 ديال البيع ديالها ديال هاد العام هدا لانك ما كاتعرفو لاتمينة هاد العام تغيرات شي شوية وما تنساوش تبارتاجي والفيديو مع بعض الناس اللي كتعرفو باشتعم الفائدة ولي اول مرة كتزور القناة ديالي ما تنسايش حبيبتي اشتركي وفعلي الجرس باش دائما توصلوا بجديد الفيديوهات ديالي ويلا نبداو بسم الله على بركة الله بالنسبة للمقادير اللي غا نحتاج فادي العجنة هادية غا تكون واحد العجنة شوية كبيرة غا تخرج 4 كيلو ونص ديال هاد الحلوه هادية غا نحتاج فيها ستد الحبات ديال البيض حجم متوسط ميكونش صغير بالزاف غا نحتاج هنا يا مبشور ديال الحامضة انا كان عندي هنا في المجمج جبته 1-5 دقائق قبل متنساوش ديرو فيها الحامض لانك جي رائع بدوق الحامض وغادي نحتاج ثلاثة ديال الكؤوس ديال العنبة ديال السكر حبيبات كل كأس كيعير 150 قرام كما لحتوما انا استعملت الكأس ديال العنبة الكبير ماشيتو كالصغارين ثلاثة ديال الزيت النباتية كل كأس ديال ميتين ميليليتر يعني المجموع اندي 600 ميليليتر ديال الزيت النباتية غا نحتاج واحد زوج معلقة ديال المربة ديال المش مش يكون من الاحسن خاص بالاكل ما يكونش داك اللي يعني خفيف غا نحتاج هنا يا زوج ديال السكر منوك هات الفانيليا ممكن تعودها بالفانيليا السائرة ثلاثة الاكياس ديال الخاميرة كيموية من فئة 8 قرام ورشة ديال الملح بطبيعات الحال دائمة لتصحيح الدوق في جميع الحلويات اما بالنسبة للدقيق فالدقيق كيبقى على حسب النوعية ديال الدقيق وش كيشرب او لما كيشرب والحجم ديال البيض وش كبير او لصغير لكن تقريبا غا تاخد لكم ما بين زوج كيلو ونص حتى الزوج كيلو و700 قرام ديال الدقيق احسن يكون نوع ممتاز سوف ندوز دبال الطريقة كيف ملاحتي معي انا ديال عندي البيض في القصرية الحامض اوه ديال عندي في القصرية دفت عليها رشيشة الملحة الفاني والسكر ونخدم هات السكر مزيان مع البيض حتى يرجع عندي واحد الخاليط وهو كريمي ودهك البيض بحلا يتغير اللون لان شحل مخد منها البيض والسكر مزيان شحل مكت جينة الحلوة زوينة وورطيط سوف تحضر حلوة جيدة انا سوف تحضر الحلوة قاسة وقرمشة سوف نضيف من بعد المضيف الخاليط ومن بعد اضفت الزيت ونخلطه ايضا مكونات الي من قبل لا تخدموا الزيت حتى تحسو ان الخاليط يرجع عندي كريمي اتضافوا لكم الحلوة حتى تشكلوها ونضيف دبال الدقيق ونضيف معهم تدوك الاكياس اللي عندي ديال الخميرة نضيف نضيف غير شوية بشوية ولا تضيفوش دفعة واحدة و وقد بدووك تدوك تدوكو العجينة اللي مفيهاش زبدة مازال عادي اذا كانت فيها زبدة ليش مشكلة لها فورصة عليا شي شوية و لكن اللي ما كيكونش فيها الزبدة جمعوها غير بالاسابيع ديالكم وبدوك تدوكو تدوكو دقائو خير شوية بشوية وانتم ما كتجموها في العجينة ديالكم حتى تحسوا بالعجينة الجمعات ورجعت واحد العجينة اللي هي رطبة ما كتكونش قاسحة او لا كتفرتت كيكون هذا هو القوام ديالا كيفما لحتوا معايا العجينة عندي مجموعة مطلقة ليش زيت نهائيا وكتكون نرطي طباف اليدي ديالي ما قاسحاش بززف هنا هي غدي نقسم العجينة ديالي على ثلاثة ديال الاقسام اللي كتكون هكذا متقدة يعني كنحاول انني نقدم وحدة قد وحدة باش نتحصل على نفس الوزن في الاخر بالنسبة لطولوت الاول ديال العجين فا قد نحطها في دبيه هكذا كيرا بدك لغو ديال الفاني والحامض ما غنضيفلو تاشي حاجة اما بالنسبة لطولوت تانى فا قد نضيف له واحد الفلون بالذوق الكرواميل لانني غاد نضروف واحد السلسة ديال الكرواميل وغادي نضيف في الكوك محمر كما لاحظت معي انا نضفت هنا كيس الفلون بذوق الكراميل ونحاول ندخله في العجينة جيدا لكن بدون ذلك يعني غير كدو تحلو العجينة شوية بشوية وكدو ترجعو تجمعوها باش يدخل لكم ذاك الفلون في العجين كامل ممكن تعوضوه بانوك هذه الكراميل لان ما كنت توفر عندكم الفلون اما بالنسبة للثالث والاخر فقد نضيف له واحد معلقة كبيرة ديال الكاكاو المر ونفس الشي غادي نبدأ ندخل في في ذاك الكاكاو غير شوية بشوية كما لاحظت معي انا غير كان فرتت العجينة باش يدخلها كامل ذاك الكاكاو ومن بعدها نرجع نجمعها باش ما تدلكش لي العجينة ومشي مشكلة لما رجعت شكلها تبقى هكذا اللون دياله شي شوية باهت النفش غادي فقد نغطسها في السبسة الشوكولة وهنا يا سافي نبدأ ننشط العجين ديالي باش غادي ندخله الفراني طيب هنا غادي ناخد اول عجينة والتي ارتها بالكراميل سنبدأ نكورها لشكل كورية الحجم ديالها متوسط متكونش كبيرة بزاف وفي نفس الوقت متكونش صغيرة على حسب الحجم اللي تبغيها كاللي يبغي الحلوة كبيرة بزاف كاللي يبغيها متوسطة و كاللي يبغيها صغيرة بزاف المهم انا كنديرها بين وبين سوف نبدأ نشكل في العجين ديالي كورية هي مقادة تقريبا الوزن ديالها مبين 13 و 14 قرام كما قلت لكم ممكن تديرو اقل او لا تديرو اكثر و كنديرو هكذا في واحد اللاطان اللي ميحتاج نهائيا انكم تدعنوها بالزيت لان الحلوة عندنا يعني ميد ما شوية بالزيت و الى كانت عندكم اللاطا تلسق تقدروا تدعنوها بالزيت او لا تديرو ورق الفرن و سوف نبدأ نوضحهم في اللاطا اللي تدخل الفران نخلي بيناتهم واحد شوية الاسباس لان عندي في يوم الخميرة و غايت نفخوا لي شي شوية باش ما يتلسقوش لكم الحلوة ديالكم هكذا كان مقام استمره حتى ننسى لديك التولوت اللي عندي كامل ديال العجينة اللي عندي و من بعدها ندخل الحلوة ديالي الفران انا هنا فاش بديت نشكل الحلوة شعلت الفران على النار اللي كتكون مهيلة خليته سخن مزيان مزيان سندخله اللاطا ديالي من الفوق النار تكون تحت منو حتى تبدأ الحلوة تتحمر و تذهب شوية مع الجناب عاد نهبطها لتحت النار تكون فوق منها غير باش تاخد واحد اللوين مذهب من الفوق بالنسبة للتولوت الثاني اللي درتوا بالكاكاو فنفس الشي غادي نشكله على شكل دوائر اللي كتكون هكذا متوسطة الحجم و نفس الشي غادي نديرهم في واحد اللاطا اللي كتدخل للفران و كان نستفهم واحدة 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 و كان خلي بيناتهم واحد السباس طبيعة الحل باش ميتلاسقوش وايضا نفس الشي غادي العجين ندير هكذا يعني دائرية ما غادي نديرش يعني شي شكل اخر لانه الكليين ديالي كلهم كيبغيوا الحلوة ديالي ريش بوند هكذا دائرية ما كيبغيوش ديك اللي كتجي أوفال ولا يعني شي شكل اخر و صارحة يعني هي هكذا كتجي من غير هاد الشكل هادا ما كنحسوش بها انها حلوة ريش بوند سافي هكذا غادي نكمل العجينة ديالي بنفس طريقة و نفس الشي غادي ندخل الحلوة ديالي للفران نفس الشي الفران عندي ديجاشة يعني انا مجرد ما كنسالي لها تركت كلها اللولة طابت ندخلها من الفوق الطيب النار تكون تحت منها حتى تاخد ديك كوحد يعني كتشوف فيها سافي شدات رأسها وتاخد ليكم نفس الوقت اللي اخذته الحلوة اللولة و كتبطوها لتحت وهنا هي نفس الشي غادي ندير العجينة اللي درتها بالفاني يعني بلا ما نعود نطول عليكم الفيديو نعود لما رح يلمل و النفس الشي غادي نديرها كويرات اللي تكون هكذا بنفس الشكل وبنفس الحجم و غادي نطيبها ايضا بنفس طريقة وهنا يا صافي من بعد طب اللي الحلوة ديالي شوفوا معايا كيفش كانت جي صراحكها جي رائعة هادي اللي بالكاراميل كيجي اللون ديالها شوية مغلوق على اللي درناها غير بالفاني عادية حاولوا ما تحرقوهاش خليوا غير هكذا شي شوية مدهبة يعني متحمروهاش بزاف باش ما تجيش بينها من تحت الكونفيتو نفس الشيحة اللي بالنسبة للكاكاوتياجات رائعة و الطيب ديالها كيجي زوين نفس الشيء ايضا بالنسبة لها اللي درناها بالفاني هادي كيجي شوية لون ديالها مفتوح ما كيجي مغلوقها بزاف سافي دبا من بعد ما طيبتم هادي ندوز دبا لتزيين ديالهم وهنا ايا قد ندوز المرحلة الاخيرة ديال الحلوة ديالنا فقد نبدأ هنا بالحلوة اللي درتها بالفاني اللي هنديرها غير بالكوكو الكونفيتوغ عادي هنحتاج هنا اي 400 قرام الكونفيتوغ المشماش تقريبا 1 جوج كيسان الكونفيتوغ اللي استعملت هو داك الجاري ماشي تقيل هنحتاج معه ايه تولوت كأس ديال المظهر يعني ايه تولوت ديال الكأس ديال المظهر تقريبا 1 60 ميليليتر هكا اولى 70 ميليليتر غادي نخلطه معه كما لحتو معي اضفتك تولوت كأس ديال المظهر على الكونفيتوغ وغادي ندروه فوق النار كي يغليح كي يوصل درجة الغلايا نخليه يغنيه واحد لمدة ديال 5 دقيق وغادي نحتاج ايه الكوك عادي يعني استعملت غير الكوك العادي ماشي الميه الدم اه تقدروا تستعملوا الميه الدم اذا كانت توفر عندكم لكن انا استعملت غير الكوك عادي انا غادي نخد الكأس ديالي فوق النار حتى كتوصل درجة الغلايا كيف ملحتوا معي كي يغلاء عندي ذاك الكونفيتوغ ذاك المدية المظهر كي يتبخر ما يبقاش ذاك المدية المظهر باش ما ترتبش ليهم الحلوة كتر من القياس وصف يمكن وضع فيها الحلوة ديالي هكذا مباشرة غير هي خليوها شي شوية يعني ذاك الكونفيتوغ خليوه شوية ما تستعملوش هكا الكوه سخون بزاك خليوه يدفع غير واحد شوية وذيك استعادت خدمو به كتغطصوه في هكذا الحلوة دياليالي من بعد كتتفندوها في الكوك بطريقة اللي هي عادية غيرو بشنو يعملية تكونوا تفندوها في الكوك يعني تحاولوا تكون هكذا تفند في الكوك يكون قيمة يجيش هكذا مش اخجي بزاف او لا مستخدك الكوك صافي هكذا كما لحتم معي كان بقى مستمرة كان وضع الحلوة ديالي في الكوك من بعد كان وضحها مباشرة في الكوك اللي عندي وكان في الندهام زيان في الكوك وكان اضعها على جند وهكذا كان بقى مستمرة بنفس طريقة حتى يكملوا كل الحبات اللي عندي كاملين ديال الحلوة دياليالي وغديندوزوا للشكل الثاني اللي غايكون بذوق الكراميل هدى الحلوة اللي ضفنا لها في الكراميل هنا غادي نحن احتاجي كوك سوف نتعرض لقد يدفع الكوكة عادي كمال حمار ازلت كافة مقيلة في نار يكون مهيلة و تحرك حتى يوجد الكوكة و يوجد الكوكة و سوف يكون هناك جدا اوضفة اخباط و في كاسورونا أضفت علي لزوجمال قضية الناس سوف ندرس فوق البوطة حتى يصل على درجة الغلايا و ينظر في اغلاء مدة 5 دقائق ثم تتخدموا به كما قلت لكم في الاول دخلوا هذا الخالط هذا يدفع واحد شوية او هذه السلسة تدفع واحد شوية عاد وخدموا بها سوف يوضعوا فيها الحلوة كما لحتوا معي من بعد تقطرها من ذلك الكمفيتو وكان وضحها مباشرة في الكوك اللي عندي محمر سوف يوم من بعد ركنا نفندها فيها وكان وضحها في واحد اللاطة نفس الشي يعني نفس الطريقة يعني صراحة طريقة ديالها سهلة وبسرعة توجد وانا صراحة ركنا نخدم بها كميات كبيرة في اليوم وكانت جيني سهلة يعني ما كدتعبنيش نهائيا سوف يهكذا كما لحت معي ركنا نبقى مستمرها بنفس الطريقة حتى ندير ذلك الكميات اللي عندي كاملة ديال هاد الحلوة اللي بذوق الكارامل وقد ندوز للحلوة الثانية اللي ندروها بذوق الشوكولة هنا بالنسبة للشكل الثالث والاخير اللي غيكون بذوق الشوكولة غدي نحتاج نهائيا هاد الحلوة اللي ضفتليها للكاكاو نفس الشي غدي نحتاج 400 جرام ديال الكو في تيوغ كي ما وقت لكم وحزوج كيسان ديال العنبة غني نحتاج معاوم تولوت كأس ديال المزهر نفس الشي وغادي نضيف عليهم وحزوج معالق ديال الكاكاو المر باش كي يعطينا لوقو ديال الكاكاو وفي نفس الوقت غي يعطينا اللون اما بالنسبة فشغان فندا هاد الحلوة هاد فحتاجت هنا هيا الكوك عادي ضفتلو واحد معلقة ديال الكاكاو ومبيديتها كدا يعني كنلبسوا بذك الكاكاو باش كي يرجع ليا بهاد اللون هادا وغادي نضيف معا هنا هيا واحد الكمية ديال شوكولة تفيغميسال باش كي يججي أكضا بخالط ما بين الكوك والشوكولة تفيغميسال كي يعطينا واحد لوو احسن ان انا نديروغي الكوك ببوحدو تقريب هيا ضفتوا واحد كاا س ديال شوكو نستعمل هذه العلبة 30 دراميل كيلو او لا يمكن تستعملها غير هذه العلبة الصغيرة حتى هي رخيصة يمكن تستعملها 13 دراميل كيلو بالنسبة لطريقة كمالحة وضفت المزهر على الكونفيتو وضفت المزهر وضفت المزهر وضفت المزهر وضفت المزهر وضفت المزهر ونخلطهم جيدا نفس الشيء ندير الكاثرونة فوق نار مهيلة نجدها حتى تغلي كما لحتمو معي بهذا الشكل ونغطس فيها الحلوة هذه السلسة ستجلب حالي لراء خدمتو بشوكولات او لدوبتو الشوكولات وخدمتو بها تجيبنين بزفزف وكتجلبنا الحلوة جيفتية نفس الشيء كما لحتمو معي نغطس فيها الحلوة ونقطرها مزيان بديك الصوس باش متهزيش وحل كمية كتيره ونوضحها مباشرة في الخليط اللي عندي دي الكوك مع الشوكولات فيها الحلوة ونوضحها في واحد اللاتا او واحد البلاتو كما لحتمو معي تغطسوا الحلوة تقطروها ومن بعد تجدوها في الكوك مع شوكولات صراحة تجي بنينة بالضبط الشوكولات تجي رائعة سوف نستمرها بنفس طريقة حتى نكمل الحلوة ونرجع نتلقى معاكم باش نشوفوا الشكل نهائي الحلوة دينا وكان هذا وشكل نهائي الحلوة دينا من بعد المساة وستفتها في الابواد كل نوع خرجت به كيلو ونصف دينا هذه الحلوة يعني في المجموعة تتنية اربعة كيلو ونصف من هذه الحلوة صراحة كمية وفيرة كمية كثيرة وكما رحتوا معايا سهلة والاهم انها تجي رائعة بنينة بزاف بزاف والكلين يحمقوا عليها بالنسبة الـ 8 البيع هذه الحلوة فانا كنخرجها بـ 70 درهم والفاة كنخرجها بـ 60 درهم ولكن كما تعرفوها كل شي تزاد الكوك تزاد شوكولات كل شي المهم تزاد فقدرت ليها 70 درهم للكيلو شوفوا معايا كيف يجي الشكل ديالها وصراحة تجي معلكة شيشة انا سوف نفتح معاكم واحدة بشوفوا كيف يجي الشيشة بزاف وخامة فيها لزبدالة احتشي حاجة غير ذاكي الكونفيتوغ ومع فاشكة بقاعدك الطول تزاد ترتاب كثر وكثر الفيديو ديالي هنا غادي سالين خليكم دابا الى اللقاع